موسيقى حاليا الحمد لله الحالة الوبائية لجهات سوسمة الصدراء وعلى حسب الإحصائية الرسمية وعلى حسب الواقع الحمد لله مزيانة نسبياً ولكن الحضر والحيطة والحضر والأخذ جميع الاحتياطات لإنسان نحاول الوضعية ونحسنها وإن شاء الله يزاد الجائحة في الحقيقة دغياء ونحسن المبادرة من طرف المسؤولين الإداريين من المدير الجاوي ومن المدير المستشفى والطاقم للطب بكل الإدارة حتى يكونوا دو سيركويت كان له السيركويت الأول الذي يزور عنده الحالات المجسبة فيها أو الممكن أن تكون مجسبة فيها وتساعدون فيها ان تساعدون من قوات القصد والطب بالجيش ومساهمين عن السياب والسرس وبهذه الطريقة نحاول علي ان توجهوا الناس بسرعون أو النصائح لكي يرجعوا لديورهم ويبقوا تحت الحرصة أو لا على الأقل يستطيع أن يدوز إلى مرض عادي يدوز ديركتمو المستهجات ويدوز كمريض عادي ويتخذ بعيد الاعتبار على حسب المرض اللي عنده في الصراحة هي واجب وطبيعي جدا أنه الإنسان في الظرفية يساهم من عنده ويضحش شوية على حسب الإمكان وفي نفس المناسبة نشكره السيد الوالي والجهة اللي وفرنا هات السكن اللي قريب في الحقيقة ومناسب لهذا العمل اللي كيندابه حاليا باش من أول نوقف لكل شيء نكونوا ديسبونيبل قراب العمل وفي نفس الوقت نكونوا نقيوا أولادنا والعائلة دينا باش من عاديهمش بهذا المرض هذا ومن ساهموش في الانتيشار ديالي بطريقة مباشرة وغير مباشرة الصراحة الهدف من هذا العزل كي يسهل عليك الممورية لأنه منك تكون الميسيون اللي هي نوبل كتجيك من طبيعي جدا أنك تضحيش شوية عادي جدا عادي جدا وقال إنسان سينورمالك كي يبغي ولادو يشوفهم كي يحتاجوا له ولادو أكتر في الظرفية ديالي فاش كي يكون مثلا مع المدراسة ما كي يمشيوش اتسترى يعني كي يبغيوا المراقبة أكتر اتسترى ولكن فالهدف كي يدكش كله كي يسهلو كي يقول لي واجب والواجب ما أخصكش ما فيه ما أخصك تقاس عليها والحمد لله كان وسائل التواصل الجسمعي دبا موجودة كين تليفون كين الواتساب كين فيسبوك يعني تصل بهم بسهولة يعني رقميا ولكن مش بحل الحضور دائما هذا ولا كل واحد دبا تقريبنا على حسب على حسب الموقف ديالو فين واش كين عنده تايباشر ديريكتمون لكا أو اللي بعيد شي شوية نسبيا اه اه انا شخصيا كان مشيت اخر مرة لانا در التحليلات طلعت سيربيا الحمد لله يعني مزيانة دونك استطعت باش نمشي في الويكند وطليت وسترحيت شوية وحاجيات ديالهم وعود مراقبة ديال الدرالي وهذا ما كان اما الأغلب ديالناس كي حاولوا ماء كان ما يمشيوش وغايش كل شي غافوت ان شاء الله وكل شي سهل كينما كين التواصل الاجتماعي تقدر التواصل مع الاخوة مع الدرالي ديالك تحرفها شو وقع شعندهم وفي الحق هدب هناك العمال كي يدي لك بزيال وقتنا شخصيا كان مشي من الصباح تقريب ان كان نقلس تلواح الوقت تالي الشيون ونقدر نعود 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 نمشي في الليل يعني العمال كي يدي تقريب من المتتاع ديالوقت باقي للراحة والسمنة والواجبات ديال الغدائية والصافي وتقريب ان هي ديالك والنوم يعني ما كينتشي ما كاشيط لك بزيال وقت باش تحسب الفراغ وتقلب متى نقدر نقول لهم سورة الصبر الصبر المتابرة لانها تشي ان شاء الله دايز وغادي يمر عبور صحابة عابرة ان شاء الله وان شاء الله لأحوال تزلل الجارحة ان شاء الله كل واحد يرجع الوليدات وان طمأنع لهم احسن من كل واحد يمشي هك وهكذا نصدقوا في مشاكل القرن ونصدقوا في انت شاء الله الله يحفظه ويتكرس كل شيء المجزمع ولا الاشخاص صح الحمد لله كي يقليك تضاف رات الجهود كينتطب العسكري معانا كينتطب العسكري معانا كينتطب الاخوان ديال السياب يعني ديال السرس اللي كي يساهموا في التهمة باطباء وممرضين وكينتطاقم الاداريته هو كي يساهم كل واحد يعني تقريبا ما يبقاش ما كي عامش شي حاجة يعني نسبيا الحمد لله على حسب الحالات الوافدة وعلى حسب الكم اللي كين وزاوز جهيزات اتسترا يعني يوفر يوم يزير احنا الحمد لله قاد يلا متكافيين مع الوقت الحمد لله الحمد لله الاغلبية ديالناس رات تعافوا والاخرين رات طريق الشفاء ان شاء الله وتقريب ناتش اللي كين يعني مع ناش مشكل الصراحة اللي هو خارق لهذا والناس اللي اعجي وهذا راه الانسان اللي اللي كان كبير في العمر راه كيكون اي مر كيمة وبغي يكون راه سينورمال غادي اللي كيكون شوية حارجة عنده الحالة هو وزاره على المغاربة شغل نقول لك اخويا لنا التقم طبي ولا التمريضي ولا هذا محدود لاجراءة دياله محدود لفعالية دياله ولكن المجسمع ككل اذا كل واحد حاول يسد على رأسه وما يخرج الا للضرورة ويحاول يسما سائل دياله وما يخرج الا للضرورة ان شاء الله غايدوز كل شي بخير وعلا خلالنا العدوى دايره بحال نميمة ما يمكنش انت دوز نميمة لشو عد ما مودلكش ودنو بعد ودنيك بعد نفهمك من احدا الناس ما يوقع لك والو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة